هذا ما قدمت طائرات التحالف الدولي ومدفعية الجيش العراقي من قصف عنيف تزامن مع ذكر الاحتلال استهدف سوق الجمعة وسط الفلوجة مخلفا مجزرة دموية في صفوف المدنيين راح ضحيتها 12 قتيلا وعشرات الجرحى غصت بهم مستشفى المدينة المفارقة تبدو صاريخة بين تداعي حكومة بغداد وقواتها الأمنية لفك الحصار عن مدن عراقية إبان محاصرة تنظيم داعش لها ومن بعدها تداعي واشنطن لفك الحصار عن أخريات وبين ضرب الحكومة ذاتها وواشنطن قبلها عرض الحائط جميع الدعوات الإقليمية والدولية لفك الحصار عن الفلوجة وإغاثة أهلها بل استجابت لتلك الدعوات بمزيد من القصف وتجديد الحصار وعلى الرغم من التصريحات الإعلامية والاستعراضية للحكومة بفتح ممرات آمنة لخروج المحاصرين من المدينة فإن مراقبين عدوها حقنا مخدرة للرأي العام لا تجد تطبيقا لها على أرض الواقع فيما عد آخرون غض واشنطن الطرف وتكثيفها القصف ما هو إلا انتقام من هذه المدينة التي قاومت الاحتلال في معركتي الفلوجة الأولى والثانية ومع ما يحدث للفلوجة من حصار وتجويع تبقى المدينة رمز عز وصمود يفتخر بها العراقيون والعربي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر